في الحديدة يعلو غبار المعركة من جديد هذه المرة من داخل المطار والمناطق التي تحيط به فالصورة الواردة من هناك تؤكد أن المعركة دارت في مطار الحديدة وبعد أيام من الهجوم والدفاع دخلت قوات الشرعية إلى قلب المطار ارتفع إقاع معركة السيطرة على مطار الحديدة وباتت الاشتباكات داخله وفي محيطه بين قوات الشرعية المسنودة بالتحالف وميليشيا الحوثي التي ظلت تنفي خبر وصول المعركة إلى المطار لكن ميدان المعركة قال كلمة الفصل مساحة واسعة من مطار الحديدة تحت سيطرة قوات الشرعية ومع مرور الوقت توسع سيطرتها ونيران المعركة لا تتوقف في إطار العملية العسكرية الواسعة التي أطلقتها شرعية اليمنية مسنودة بتحالف العربي لما أسمته استعادة الحديدة صباح اليوم الثلاثاء دارت معاركه هي الأعنف عندما داخل المطار أعلن فيها قائد عملية الساحل الغربي أن قوات الشرعية دخلت المطار في عملية عسكرية نوعية بغرض السيطرة عليه وبحسب المركز الأعلامي لألوية العمالقة فقد وصلت إلى مدرج المطار وسيطرت عليه ترتفع وطيرة المعركة في الحديدة بعد جولة المبعوث الأممي إلى صنعاء التي يقول متابعون أنه فشل في إقناع ميليشيا الحوثي بتسليم مدينة الحديدة سلميا والاستجابة للحل السياسي بينما نفت قيادات حوثية أن يكون المبعوث قد طرح عليهم فكرة تسليم المدينة تتوسع دائرة المعارك في المدينة التي تضم ميناء كبيرا وتدخل منه معظم المساعدات والمواد التجارية والغذائية في بلد يعاني من أزمة إنسانية كبيرة وسوء تغذيات واسعة وتتحدث التقارير الأممية عن نسبة كبيرة من اليمنيين أصبحوا على مشارف المجاعة على صعيد متصل بالمعارك العسكرية يحضر الحديث عن المفاوضات السياسية وتستمر تحركات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث وحديثه عن المفاوضات ومن بينها حديثه الأخير خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عن أمله في أن تستأنف مفاوضات السلام في شهر يوريو المقبل